بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنحبا بالجميع هذه الفقرة مع كتاب يلي ريكم بخوندو طبعا انتهينا مع الاسيز دوباتو ثم في هذه الفقرة ان شاء الله سنرى نصا اخر بعنوان جه بابي كايو سيزو جه بابي كايو سيزو اذا عندنا لعبة بابي طبعا نتكلم عن وراقة ثم كايو ثم كما سيزو نتكلم عن حاسا حاسا تسمى كايو ثم سيزو ثم نبدأ بدي الكلمات اللعادة نتكلم عن Okayo كايو كايو c'est قول كايو كايو اتن تعم كو ام لام لو او ببعو دزين ام بية تايل كايو كايو اتن تعم كو ام لام لام لو او ببعو دزين ام بيئره دى الكثير من أجلل إشار إلا من أجل الإشارة إلى حاجرين دو قياسين صغير أو دو حجمين صغير أو دو طولين صغير إذا نتكلم على الطاية كمان نتكلم على القامة هنا طبعا نتكلم عن حجم الحجر كل النوم بلوق الذي نستعمله pour ديزيني من أجل الإشارة إلى حاجرين دو حجمين صغير البلي سوف في الغالب الأكتر في الغالب دو لطاية دعن سنتيمتر أو دو إذن في الغالب عندما نتكلم عن كايو في الغالب نتكلم عن حجر صغير بحجم سنتيمتر واحد أو سنتيمترين ممكن أنه يكون أكبر أو أصغر لكن في الغالب أنه لن يشير إلى هذا الحجم تقريبا أو ما يقارب هذا الحجم إذن نتكلم عن لكايو دون الستيل فاميلي في الأسلوب العامي هذه كلمات كايو تتعني ديامون وبيا بياغ بخيسيوز إذن عندما نتكلم عن كايو المقصود بها في الأسلوب العامي ديامون إذن نتكلم عن ديامون إذن نتكلم عن الحجر النفيس بياغ بخيسيوز أو نقصد بها حجر تامين أو نقصد بها حجر تامين إذن ممكن نتكلم عن كايو لنقصد بهذا الأمر طبعا هذا في الأسلوب العامي كما قلنا أما عادة فنقصد بهذه الكلمة كلمة كايو حجار صغير نقول مثلا جو بخيفر لبلاج أفك دي كايو أصال أفك دي سابل كما نعرف بأن الشواطئ ممكن أن تكون فيها رمال وبعض الشواطئ يكون فيها حاصة تكون فيها أحجار صغيرة مولولا بق بشكل بديع إذن نتكلم عن لبلاج أفك دي كايو طبعا كلمة كايو في الجمع نضيف لها إكس إذن جو بخيفر لبلاج أفك دي كايو أنا أفضل سالوها أفك دي كايو إذن أنا أفضل الشواطئ بي الحصر السيل على التي المقصود هنا على الشواطئ أنا أفضلها على الشواطئ أفك دي سابل مع الرمال المقصود نتكلم عن الشواطئ بالرمال أمسويت هنا لسيزو إذن نتكلم عن المقس طبعا هنا كلمة سيزو هي جمع كما تلاحظه وكمان نعرف بأن المقص له كما نقول دراعين يكون بشفرتين إسعى التعبير إذا نتكلم عنه سيزو كما نتكلم عن هذه الكلمة في الجمع نقول مثلا فلنتصور مثلا أنني بحوزاتي إطار وعندي صورة على ورق أريد أن أضعها داخل هذا الإطار لكن الإطار كان صغير إذا ماذا علي أن أفعل سأقص طبعا هذه الصورة من الجانب إذا هنا جايتوليزي دي سيزو جايتوليزي دي سيزو أنا استعملت مقصات إسعى التعبير المقصود هنا أنني استعملت مقصا بغ أجستي بغ أجستي لكي أضبط بغ أجستي من أجل أن أضبط أو لكي أضبط لمعاج أو كادر أضبط الصورة مع الإطار أنا استعملت المقص لقص الصورة من جانبها حتى توافق الإطار الذي سأضعها فيه جايتوليزي أنا استعملت دي سيزو استعملت مقصات المقصود أنني استعملت مقصا بغ أجستي لمعاج من أجل ضبط الصورة أو كادر على الإطار ثم 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 أنا أنزعيش طبعا هنا لوفرب سنوي لوفرب سنوي جمانوي أنا أنزعيش سنوي كما نقول إنزعجك حيث نتحدث عن لوفرب أنوي يعني أن الفاعل يزعج شخصا آخر إذن جمانوي أنا أنزعيش when we're going to say جمانوي كمًا filter كم الى جايت checking جمانوي دي سيزعج كم الاهدوم أنا أنزعيش من هذا نوع من الأشياء جمانوي دي سيزعج كم الى جايت كم الى جايت كدا predictive 仍 تستيجري طلي bets مثلا نقولي كل صباحات يعني كل صباح انا اجد نفسي مرغاما للدهاب الى هذا المركز التجاري اذا هذا يزعج اذا هذا النوع من الاشياء انه يزعج جمان ويدو سجنة دوشوز انا انزعج من هذا النوع من الاشياء كم على الصنتر كوميرسيال تلي متن كالدهاب الى المركز التجاري كل الصباحات المقصود كل صباح ثم عندنا فييو اذا عندنا قديم نقول مثلا لا ميزان اي probablement سيطيه دان زا دي فيو كارتي دو الافيل اذا المنزيل من المحتمل انه يقع probablement كما نقول محتمل بشكل محتمل لا ميزان اي probablement سيطيه اذا المنزيل انه يتموقع يعني احتمالا دان زا دي فيو كارتي يعني في واحدين ربما انه يتموقع في واحدين من الاحياء القديمة دو الافيل للمدينة اذا المنزل الذي نبحث عنه مثلا ربما انه يتموقع في واحدة من الاحياء القديمة دو الافيل للمدينة اذا الميزان اي probablement سيطيه دان زا دي فيو كارتي دو الافيل ثم عندنا كلمات دو الافيلة دو الافيلة دو الافيلة انا اريد ان اقوم بدل عمل من وقت الاخر دو الافيلة انا اريد ان افعله بشكل جيد دو الافيلة 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 ثم عندنا كلمة لجو لجو كمان نقول لعبة نقول مثلا cliquez avec le bouton gauche دو la souris cliquez avec le bouton gauche دو la souris pour choisir un mode et le jeu commencerا إذن نقول مثلا اضغط بالزير الائسر للفأرة cliquez avec le bouton gauche دو la souris اضغط بالزير الائسر للفأرة pour choisir un mode لكي تختار أسلوب العيبين مثلا واللعبة ستبدأ إذن نتكلم عن تطبيق خاص باللعبة مثلا إذن عليك أن تختار طريقة اللعب مثلا نتكلم عن l'omode واللعبة ستبدأ مباشرة بعد أن تختار أسلوب اللعب مثلا إلى غير ذلك cliquez avec le bouton gauche دو la souris pour choisir un mode et le jeu commencerا طبعا l'oja ممكن أنها تعني أسلوب عمل ممكن أن اللعبون يكون أسلوب مجال من المجالات نتكلم مثلا عن لعبة البيع الشيرة مثلا إذن نقول مثلا لاحظونا مثلا la corruption فاس aussi le jeu de la concurrence إذن الفاساد إذن نتكلم عن la corruption نتكلم عن الفاساد أو نتكلم عن الرشواء فاس aussi le jeu هذه الرشواء أن تفسيد فاس نتكلم عن l'omode فاسي la corruption فاس إذن الرشواء أن تفسيد aussi le jeu de la concurrence أن تفسيد أيضا لعبة التنافس إذن يكون هناك تنافس من الأشخاص والشخص الذي يعطي الرشوة يسمح هو المقدم هو الذي يسمح أولا يسبق الآخرين إذن طبعا التنافس هنا ستنعدم ستفسد إذن هذه تنافسية لعبة التنافس إذن التنافس هناك لعبة لعبة تنافس إذن طبعا التنافس هناك لعبة كاللعبة تكون القادمة مثلا يكون فيها تنافس أيضا في مجالات العمل هناك تنافس وكأننا في لعبة إذن طبعا هذه الرشواء كما قلنا تفسيد هذا المجال ثم عندنا les yeux les yeux إذن نتكلم عن العينين طبعا في المفرد نقول الأن الآن 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 ستكون دورا لنمبر عمي لنمبر عمي لنمبر عمي الآن الآن نسأل الله أن يحرر قريبا إذن هذا الحتلال أنه مستمرون من دو سنوات لنمبر ولكن العالم يغلق العينين ستكون دورا لنمبر 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 الناس يغلقون الأعين أنهم يتجاهلون الوضع ممكن أن نقول نفس العبارة صلى دورا طبعا أحيانا نتكلم عن لدوري لدوري يعني المدة مدة الوقت تسمى لدوري إذن طبعا ومنها لنمبر دوري يعني كما نقول استمر في الوقت صلى دورا لنمبر أحيانا نمبر الشفر مع هذه الأرقام ما معنى هذا؟ نقصد بأننا كنا أشخاص عاديدون عندما سامعنا بهذا الرقم مثلا يخص إحصائية معينة فنحن نزعجنا فنحن نزعجنا طبعا الانزعاج هنا نعبر عنه برفع الأعيون إلى السماء إذن هذه الصغة لوفيليزيو السيال هذه الصغة لوفيليزيو السيال المقصود بها مانتخي دي سين داقاسمو مانتخي دي سين داقاسمو لوفيليزيو بار دي بي سو بيري أنك تظهر علامة الانزعاج تعطي بعض الإشارات بعض الحركات بعض ردود الفعل التي تدل على أنك منزعج إذن هنا نقول لوفيليزيو السيال أننا نرفع الأعيون إلى السماء أيضا نعبر عن هذه العبارة ب لوفيليزيو بار دي بي سو بيري أنك تتناهد لوفيليزيو بار دي بي طبعا المقصود بالحزن الممزوج بالمرارة إذن نتكلم عن شاقرا مالي دامير تيوم سورونا أبري اون دي سبسيون النشاك إذن لوفيليزيو بي طبعا هناك عبارة نقول بالرغم لكن هنا نتكلم عن الكريمة في حد دي بي إذن المقصود بي شاقرا مالي دامير تيوم سورونا أبري اون دي سبسيون النشاك شاقرا مالي دامير تيوم حزنين كم نقول ممزوج بالمرارة سورونا أنه يحصل أنه يأتي هنا نتحدث عن الوفرب سورونا سورونا نتكلم عن الوفرب سورونا نتكلم عن الحزن أنه يحصل أبري إون دي سبسيون بعد فقدان أمالي ساحتابير النشاك أو بعد فاشرين أو بعد فاشرين ما يكون هناك حزن إذن عندما نتكلم عن الوفي لزيو أوسيال المقصود بي أمور تخيدي سين داقاسمو أو بي لوفي لزيو بار دي بي يعني أنك ترفع العينين تحت حزن المقصود أنك تظهر علامات الحزن تظهر علامات تدل على أنك منزعيج إذن كما قلنا ننبغى الوفي لزيو أوسيال أفاك سي الشيفر يعني أننا كنا كثيرون رفعنا الأعيون إلى السماء مع هذه الأرقام إذا نحن نزعجنا عندما سامعنا هذه الأرقام عندما تصدغنا أسيو يعني أسيو يعني اجلسوا للفيما قد اجلسوا لقيفا يعني اجلسوا بشكل مستقيم اجلسوا بشكل مستقيم بالميل بشكل خفيف إلى الأمام إجلسوا مستقيمين مع الميلان بشكل خفيف إلى الأمام أسيروا دعونا بالإنحناء بالإنحناء لجرما بشكل خفيف أو طفيف نحو الأمام قد يعني ضعوا أيديكم دعو أجيكم تحت رأسي دعو أيديكم تحت رأسي نقول مثلا متا東acho هنا متا東acho دعو أيديكم هنا متا東 بن fant recovering ثم عندنا « el punto» إذن عندنا اليد المجموعة تسمى « le point» إذن نتكلم عن « cub culacarmi» نتكلم عن اليد مغلاقة تسمى « le point» نقول مثلا « le point sur le hange» نضع أيديكم المجموعة على جانب بجانب جسمكم عداء الجسم ونقول بط Lei الطاول بها تappy ديواقع على المHmm supuesto نقول نقول مسائلن عندما نقول فرعياد ماذا اوبر لو وام ان ان تقوموا بزفر تنفسون تخريجون الهاواء يتعجل في نفس كل مهم فستكم ان ان افتحوا اللي تعلم وان ان تقوموا بزفر تتنفسون تخريجون الهاواء عندما تقبيض يديك لتقوم بهذا الجمع الجمع اليد يسمى الو بول كما قلنا ثم أرخو دوسمو ببطء التوتر هذا التوتر الذي من خلاله كنتم تقبيضون اليد إذن أرخو يديكم ببطء ثم عندنا تغون كما نقول كل دائري نقول مثلا توجون كله أصفر ستوازو في دو دول دوني تغون هذا الطائر قام بعش مستدير غريب هذا الطائر أنجز عشا كله أصفر ومستدير غريب توجون ستوازو في دو دوني تغون طبعا الكلمة تغون ممكن أن تأتي في سياقات أخرى مجازية نقول مثلا ce n'est pas seulement un chiffre تغون هذا ليس برقم كما نقول كله مستدير المقصود ليس بمجرد رقم لكنه رقم كفل على الميار الذي يفعل الضوء المقصود الذي يسلط الضوء سور رياليتي حول حقيقة هذا الرقم عندما ندخوره فليس هو مجرد رقم ce n'est pas seulement un chiffre تغون ce n'est pas seulement un chiffre تغون mais un chiffre كفل على الميار mais un chiffre كفل على الميار سور رياليتي ولكنه رقم الذي يفعل الضوء المقصود كما قلنا الذي يسلط الضوء سور رياليتي حول واقع حول حقيقة حين نقول يعني أن القرش سماك القرش قضال أنه يبتلع كم رأي قل كل مستدير المقصود بأنه يبتلع دفعة واحدة يبتلع فريسته المقصود لقمة واحدة أنه لا يمضعه ولا يجزئه ثم عندنا دو 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 إذا نتكلم عن أسبوعين سيكوى لسين أفك دو 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 ما دانا قصيد بعلامات دو 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 طب نتكلم عن علامات نصر سيكوى لسين أفك دو 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 ما دانا عني بالإشارة دات الأسبوعين إذا نتو معين دنا يل peuvent يل peuvent هم يستطيعون يل peuvent intervenir sur le champ ويبتوني رابدما افكو ده ريجل تانجيب إذا هم يوم كينو هم أن يتدخلوا في اللحظة sur le champ كما نقول على الحقل المقصود هنا في اللحظة يل peuvent intervenir sur le champ إذا يمكنهم أن يتدخلوا في اللحظة كما نقول مباشرة ايوبتوني رابدما ثم يحصلون بسرعة افكو معكم ده ريجل تانجيب يحصلون على نتائج ملموسة إذا هم يمكنهم أن يتدخلوا بسرعة وفي اللحظة كما نقول ثم يمكنهم الحصول بسرعة معكم ده ريجل تانجيب نتائج من الموسة ثم عندنا إلغان إلغان هم يرباحون نقول مثلا إلغان أنسي لطن إلغان أنسي لطن إذا هم يرباحون هكذا الوقت إلغان تنسي دو الأرجو والوقت هو من المال والوقت يساوي المال نقول مثلا إلغان ساعتن من دي تغان إلغان كاباسيتي وغمونت كونسي دي غابلوم وقدراتهم ترتفع بشكل مؤكد إذا في الفقرات القادمة ما شاء الله سنكمل مع بقية النص إلى ذلكم الوقت حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر